استكمالا لسلسلة الاعتصامات والاضرابات التي يقوم بها الخريجون واصحاب المهن الطبية اعلن اطباء العراق اضرابا مفتوحا في جميع المستشفيات بالبلاد لحين تنفيذ مطالبهم الاطباء المقيمون باشروا اضرابهم وبنسبة تصل الى 80% من مجموع الاطباء مشيرين الى ان الاضراب لم يحصل بصورة مفاجئة بل جاء بعد سنوات من المطالبات والتظاهرات دون اي استجابة حكومية لما يعانونه من اغتصاب للحقوق في ظل نظام صحي منهار يهان فيه الطبيب والمريض معا ويسلب حقوقهم وكرامتهم مؤكدين ان الجهات الحكومية هي من تتحمل نتائج هذا التصعيد وعواقبه ويؤكد الاطباء وانهم يطالبون منذ سنين بقانون حماية الطبيب وغيرها من المطالب التي ترفض وزارة الصحة رفعها الى الجهات المختصة واضافوا ان هناك مشكلة اخرى تتعلق بقانون التدرج الطبي وتأخير تعيين خرجية المجموعات الطبية مشيرين الى ان الاطباء لم يحصلوا على مخصصات الدوام في العطل والجمع والخفارات على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلونها خلال مواجهة وباء كورونا الاضراب مفتوح لحين تحقيق المطالب هذا ما شدد عليه الاطباء دعين الجهات المعنية الى متابعة الاضراب في ردهات الطوارئ بجميع المستشفيات وسد فراغ المقيمين المضربين بشكل مؤقت والاعتماد على الاطباء الذين هم تحت تدريب في متابعة المرضى مراجعوها المستشفيات اشتكوا ايضا من وجود ارباك كبير مشيرين الى ان المصابين بفيروس كورونا يختنقون في ردهات المستشفيات وسط اهمال طبي واضح وهو ما زاد من حيرة الاهالي الذين طالبوا وزارة الصحة بضرورة الاسرع بتلبية مطالب الاطباء ودعمهم وحمايتهم مما يتعرضون له من اعتداءات مستمرة وسن قوانين تنصف الطبيب وتنتشر المريض وتخفي عنه اثار النظام الصحي المتهالك الذي يشكو ان يتداعى تحت غضبة اهم اركانه المتمثل بالطبيب